التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منصقا عاما للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية كما أدى السيد اللواء حسن رشاد اليميدا القانونية رئيسا للمخابرات العامة أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي على أهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الإفريقية تناول عبدالعاطي خلال الاتصال إعلان مصر مؤخرا عن إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى المشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبي الشقيقة والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية وصلت إسرائيل قصفها العنيف على مناطق متفرقة بلبنان وأوضحت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدات القصر وجرماش بالبقاع الشرقي بلبنان أما في الجنوب فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقتين الحوش والبساتين ما أسفر عن شهداء ومصابين إلى ذلك أعلنت القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية مقتل سبعة جنود إسرائيليين وإصابة خمسة عشر آخرين في معارك جنوبي لبنان من جانبه أكد حزب الله اللبناني أن عناصره تخض اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في قرى حدودية لبنانية كما أوضح حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية بين بلدتي العديسة ومركبة جنوبي لبنان بالصواريخ في مسكف عام شمال إسرائيل فجر اليوم أعلن حزب الله أنه دمر دبابة إسرائيلية قرب الحدود في جنوب لبنان بواسطة صاروخ موجه حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان مرتفع جدا بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر إن المنظمة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود ظهور في ظل تظهر حالة المياه والنظافة بين النازحين وأضاف أبو بكر أن بعض مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المتواغلة غرب مخيم جباليا واصلت إحراق المنازل والمباني السكنية مشيرة إلى أن النيران التهمت عددا كبيرا من المنازل والممتلكات كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النارة تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة وفي محيط منطقة الصفطاوي شمال المدينة أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية السحلية مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلية أصفر عن اندلاع حرائق عند مدخل المدينة السحلية وأفادت سانا أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على اللاذقية وتعد هذه واحدة من الضربات النادرة التي تستهدف المدينة السحلية والتي تقع على مقربة من قاعدة حميميم الجوية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية تنفذت ضربات دقيقة ضد خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوث باليمن وأوضح البنتاجون أن قاذفات قنابل أمريكية بي تو سبريت استهدفت باليمن منشآت أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن هذا وأعلنت وسائل إعلام يمنية أن تسع غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقتين كهلان والعيلة شرق مدينة صادة أكدت كوريا الشمالية أنها فجرت طرقا وخطوط سكك حديدية تربطها بكوريا الجنوبية وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت مغلقة تماما وذلك بواسطة تلك التفجيرات كانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طرق شمال خط ترسيم الحدود العسكري